احباي اهلا ومرحبا بكم وسؤال جديد في برنامجكم اسأل مدرب حياة مسيحية السؤال بيقول ايه سؤال حلو خالص انا مش بحب القراءة ونفسي يكون مسقف فاعمل ايه سؤال بسيط وجميل في نفس الوقت انا مش بحب القراية ونفسي يكون مسقف في نفس الوقت سؤال ده مهم جدا احنا ليه مش بنحب القراءة لان القراءة مرتبطة عندنا بالواجبات وبالامتحانات وبحاجات كتيرة تغيير العادات في علوم التنمية البشرية امر في منتهى السهولة وهتكلم فيه تاني طبعا لان مهي هجي لنا اسئلة تاني عن موضوع العادات والتدخين وغير ونقدر نتخلص منها بسهولة جدا من علوم التنمية البشرية ففي معلومة مهمة جدا عايز اقولك عليها وحطها دايما قدامك باستمرار لأي عادة انت عايز تتعلمها مخي الانسان مقسوم الى اتجاهين اتجاه مكتوب عليه المتعة والتجاه تاني مكتوب عليه الألم تمام؟ اي حاجة ربطها بالمتعة مخي ياخدني ناحيتها اي حاجة ربطها بالألم مخي يبعدني عنها لما تكون القراءة مرتبطة عندي بالألم طبيعي مخي مش هيوديني ليها فالقراءة مرتبطة بالألم مرتبطة بالمدرس مرتبطة بالامتحان مرتبطة بولدة يهيب الزعقلي عشان اقرأ الكتاب مرتبطة بالواجب الدراسي مرتبطة بحاجات كتيرة فده اللي مخليني في عقلي عقل اللواعي مخليني عايزة بعد عن القراءة مش بحبها فانعايزك من النهاردة اربط القراءة بالمتعة ليك ولولادك ازاي معظم الناس المثقفين يقول لنا ايه ان ارتبطت القراءة بالمتعة واحنا عيال صغيرين يجي لواحد زي انيس منصور يقول ايه كانوا بيحايلوني وانعيال صغير بالكتاب يعني لسه بحبي حتى خالص بس عيط يجيبولي كتاب يقولي بص شوف الصور اللي فيه فارتبط الكتاب بالحاجة الحلوة بالمتعة بالنسبالي لما كبر بقى نيس منصورة او بقى قديم وكل الناس كده ارتبطت القراءة بالكتاب بالقراءة بالمتعة تعمل ايه بقى انت اقرأ في الحاجة اللي انت بتحبها ايا كان يعني انت الوقتي اقرأ في كورة القدم بتحب في كورة القدم اقرأ في كورة القدم الاجتماعيات السياسة اقرأ في السياسة اقرأ لغاية لما عادت القراءة ترتبط جواك بالمتعة بعد كده هات الكتب الدينية وهات كل حاجة لأنه خلاص المخ يعرف عرف أن القراءة مطبطة بالمتعة هيساعدك أنك أنت تقرأ ويدفعك أنك أنت تقرأ القراءة متعة كبيرة ما تحرمش نفسك منها وأكتر عادة تقدر تساعد بها أولادك تعليمهم بالقراءة لأن القراءة أنت بتقرأ مثلا سيرة حياة إنسان فاتبتيش حياته مرة تانية أنت بتقرأ كتاب الرجل اللي كتب الكتاب ده ملخصوا من 30-40 كتابهم وقراهم ويديك الخلاصة كلها بيديك الثربة كلها الثمرة كلها بيديك حاجة قوية جدا القراءة هتغير حياتك ممكن جملة تغير حياتك ممكن عبارة تغير حياتك ممكن كل مواحدة تغير حياتك اهتم بالقراءة واربطها لمتعة من النهاردة هتلاقي حياتك كلها اختلفة استمتع خلي أوقات من القراءة هي أوقات من السعادة شوفكم الحلقة جيدة